مساء الخير عزائي طلبة وطلبات التعليم الفن الصناعي أنا وسهلا بكم في مادة الفيزياء للصف الثاني في برنامج في بيتنا مدرسة احنا بقالنا كم حلقة من نعمل مراجع يا ولاد على الفيزياء وعرفنا حاجات كتيرة جدا في منهجنا عرفنا ان في حاجة اسمها مواقع ساكنة وخدنا الخصائص بتاعتها زي الكسافة والضغط والتوتر السطحي قاعدة أرشميدس وقاعدة باسكال وعرفت ان فيه تطبيقات مهمة جدا في حياتنا في الفصل الثاني خدنا برضو مراجعة عن خاصية اللزوجة وعرفنا ازاينا بستفيد منها في حياتي وبعض التطبيقات في حياتي زي مثلا تزييد وتشحيم الألات المعدنية كمان فيه خدنا كمان مواقع المتحركة زي السرايان والسرايان الدوامي وعرفنا اثبات بتاعها وخدنا بعض المسائل عليها النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة بسيطة جدا على الفصل الثالث الفصل الثالث يا ولاد بتكلم عن الموجة يعني ايه موجة؟ هي عبارة عن اضطراب ينقل وينتقل من خلاله الطاقة يعني مثلا انا لو انا بتكلم بتنتقل الصوت بتاعي بسرعة الى الازن عن طريق موجات صوتية نفسك الفكرة لو انا ولعت شمعة او لمبة ببصة لاقي الدوء بينتشر على هيئة موجات ضوئية طب احنا بنتكلم بقى في ايه في سنة في المنهج بتاعنا السنة دي بنتكلم عن الموجة المستعرضة والموجة الطولية طيب عشان الموجة دي تتنقل لازم اعمل ايه؟ لازم يبقى عندي بعض المصادر اللي بتنقل الموجة زي مثلا الشوكة الرننة كلنا عارفينها هي عبر عن شوكة لها حرف يو ولو انا تركتها على التربيزة وحطيت بعد تركها على التربيزة على سنة يعني مثلا عملتها كده وحطيتها على سنة بسمع صوت التردد بتاعها بقدر اعرف منها حاجة اسمها التردد وهناخد يعني التردد بعد شوية كمان ممكن ننعب بالاوطار زي مثلا الكمان او البيانو الحاجات اللي فيها اوطار اقدر اسمع ويعمل لي برضو موجة لازم يبقى في وسط تنتشر في الموجة طبعا ابسط وسط هو الهوى يعني الهوى لازم يبقى موجودة عشان تنتشر الموجة وقدر اسمع الصوت بتاعتها نيجي نشوف مع بعضين كده ايه هو تعريف الموجة هو عبارة عن اتراب بينقل وينتقل منه الطاقة يبقى الموجة عندي تعريفها لما يجي يقول يعرف كل مما يقش هي ايه الموجة هي اتراب ينتقل وينتقل الطاقة انواع المصادر المهتزة زي ايه قلنا زي مثلا البندول البسيط كلنا عارفينه هو عبارة عن حبل وبينتهب بقرة معدنية ويهتز يمينا ويسارا حول موضع السكون تكلم عنه بعد شوية تاني حاجة الوطر المهتز زي الاوطار اللي هو الكمان او العود او البيانو عندي كمان الشكر رننا اللي تكلمنا عنها اهي يا ولاد عبارة عن حرف اليو وبتنتهي بقطعة معدنية اللي هو دراع بتاعها لما بطرقها بيعمل سوط دول تلت مصادر اننا قادر احصل عليها طيب في سؤال يجي يقول لي ايه ايه العوامل التي يتوقف عليها الموجات الميكانيكية يعني ايه عوامل عايز ايه ايه اجابات واحد اتنين تلاتة واحد هو المصدر المهتز اللي احنا قلنا عليه اللي هو الشكر رننا او البندول نملة اتنين الوسط الذي ينتشر فيه الاهتزازة اللي هو الهوى من غير هوى لا ينتقل الصوت زي ما احنا عارفين تلاتة اضطراب ينتقل من المصدر الى الوسط عن طريق هذه الموجات ممكن السؤال ما يجيش بالطريقة دي يا ولاد يجي بطريقة ايه ما هي الشروط التي تتطلب لحدوث الموجات الميكانيكية يعني الاولاني كان عايز العوامل فبنقولها طب لا السؤال اتغير قال الشروط اللي بتتطلب اللي لازم تبقى موجودة عشان تحدث موجة ميكانيكية واحد قلنا المصدر المهتز اتنين اضطراب ينقل او ينتقل من المصدر الى الوسط تلاتة الوسط الذي ينتشر فيه الاهتزازة هتلاقى نفس الكلام تقريبا بس السؤال بييجي بصغطين مختلفتين طيب عندي النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الحركة الاهتزازية يعني ايه حركة اهتزازية زي البندول يا ولاد او انا عندي البندول كده عبارعا كرة معدنية لما بقى اجي احركه ابص لقيه يهتز يمينا ويسار الف هي موضع السكون بتاعه ب بيتحرك نحو اليمين ثم يتجه الى جيم وباكده يجي الافتاني دي بنسميها حركة اهتزازية هي حركة بيعملها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة واحدة مرتين متتاليتين هي عبارة عن ايه؟ لازم الحركة الاهتزازية يجيب يعملها الجسم من موضع السكون بتاعه يبقى الحركة الاهتزازية هي حركة بيعملها الجسم المهتز زي البندول لما بيتحرك عن جانبي الموضع السكون بتاعه طيب في بعض الاحيان المسافة من الف لبيه تسمى ازاحة يعني يهي كلمة ازاحة؟ هي بعض الجسم المهتز من الموضع السكون بتاعه يعني من نقطة الف لبيه يطلق عليها ازاحة طيب لو انا هتحرك الجسم البندول لغاية نقطة دال بصوا المسافة من دال والف كبيرة ازاي؟ دي بتسمى حاجة اسمها ساعة اهتزازة يعني ايه ساعة اهتزازة؟ هي اقصى ازاحة يعملها الجسم المهتز دي كده من الف لديل اسمها ساعة الاهتزازة اقصى ازاحة يعملها الجسم المهتز من الف لبيه يطلق عليها ازاحة تيجي نشوف كده الاسئلة بتيجي ازاي؟ لو جي قال لي اعرف كل من ما يأتي الحركة الاهتزازية هي الحركة التي يعملها الجسم المهتز على جنبي موضع سكونه او البندول ما عندي اهو والجسم بيتحرك بتاعي يمينا ويسارا فبيعمل حركة اهتزازية طبعا مثال زي ما قلنا البندول البسيط بيتحرك من موضع سكون يولاد اللي هو في النص اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو الف يميلا يميلا ويسارا فيبيعمل حركة اهتزازية طيب بيجي يقول لي ايه الازاحة احنا قلنا الازاحة هو بعد الجسم المهتز في اي لحظة عن موضع السكون بتاعه بعض الجسم المهتزة عن موضع السكون بتاعه نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول عرف ساعة الاهتزاز هي أقصى إزاحة يعملها الجسم المهتز اللي هي التفان عليها اللي هي ألف ودل عرف الاهتزازة الكاملة إيه الاهتزازة الكاملة دي بقى إن الجسم يبدأ يهتز من ألف لبه لجيم ويرجع لألف تاني دي اسمها اهتزازة كاملة يعني عندما يمر الجسم في فترة زمنية معينة يمر بنقطة واحدة مرتين متتليتين في نفس الاتجاه هي حركة بيعملها الجسم المهتز اللي هي مين؟ اللي هو البندول طيب هيتحرك ازاي؟ من نقطة السكون بتاعته فلنفترض ان نقطة السكون عند ألف يبتجي يتحرك يمينا ويرجع لألف ويرح يسارا ويجي نفس النقطة دي يبقى يسمع حركة كاملة بيمر بنقطة مرتين متتليتين هو مين الجسم المهتز؟ طبعا زي البندول البسيط ممكن يجي يقول لي اذكر المصطلح العلمي لكل من هو جاي بالتعريف وانا عايز اعرف ايه هو هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في واحد ثانية يعني بحسب قد ايه الاهتزازات دي في الثانية ده اسمه ياولاد التردد ورمزه اسمه نيو رمز جديد هناخده النهاردة اسمه نيو التردد ده رمزه كده هو اسمه نيو اللي هو التردد زي ما هنشوف دلوقتي في ايه الاسبت هو عبار عن ايه؟ يجي يقول لي ايه؟ اذكر المصطلح العلمي هو عدد الزبزبات او الاهتزازات هي هي الكاملة التي يحدثها الجسم في واحد ثانية فبطلق عليها النيو ممكن يجي سؤال تاني يقول الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة يعني ايه؟ الزمن اللي لازم عشان الجسم يهتز يعمل زبزبة كاملة او اهتزازة كاملة يعني يمر بنفس النقطة مرتين متتاليتين اسمه الزمن الدوري يبقى تعريف الزمن الدوري هو الزمن اللي بيستغرقه الجسم عند عمل اهتزازة كاملة طيب في عندي هنا علاقة بين التردد والطول المو والزمن الدوري التردد قلنا اسمه نيو عندي في حاجة اسمها الزمن الدوري رمزه تي تي كابتل ده زمن دوري انا عايز علاقة بينهم العلاقة عكسية يعني ايه عكسية يعني اقدر اقول نيو يتناسب عكسيا يعني واحد على تي من تي لو الزمن الدوري طب ينفع ابدل طرفين فوسطين يعني اخلي تي فوق وقلت تناسب مع واحد على نيو ايو 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 حطت ايه عملت تي حطتها فوق ونزلت نيو تحت دي معناها ممكن ديكي ببساطة كده في الامتحان يقول لي العلاقة بين التردد والزمن الدوري هي علاقة نقط هي علاقة عكسية واحد على طب انا لو عملت احبت اعمل قانون هقول تي بتساوي واحد على نيو طيب ينفع ابدل نيو اه نيو بتساوي واحد على تي يبقى انا اقدر احلي بيها نشوفها بمسائل حالا ان انا اقدر اجيب علاقة بين التردد وبين الزمن الدوري وهي علاقة عكسية يعني ايه عكسية اذا زاد التردد قل الزمن الدوري طب اذا قل التردد زاد الزمن الدوري اللي عندي يبقى دي اسمها علاقة عكسية نشوف كده مثال معايا بيقول ايه المثال شكرا لنا تصدر مية زبزبة في الثانية احسب كل من يبقى عدد الزبزبات مية عايز اول حاجة التردد تاني حاجة عايز الزمن الدوري طيب انا هجيب الزاد يعني مديني عدد الزبزبات مية وطالب حاجتين زمن دوري وتردد يطر اجيبهم ازاي اولاد طبعا هنالسه اقايل من شوية قايلين ايه ان التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة او الزبزبات الكاملة في واحد ثانية يعني معنا كده هو ايه اللي التردد بس انا يعني عايز ازبطه هقول ايه هقول التردد هو عبارة عن عدد الزبزبات التي تحدث في الثانية وهجيب الرقم اللي هو ايه اللي هو مية زبزبة على واحد اللي هي الثانية الواحدة 100 على 1 بتساوي 100 هيرتس ما هو الهيرتس؟ هو وحدة قياس الترط طب عايز بعد كده الزمن الدوري هكتب القانون أعود تعويض مباشر T بتساوي 1 على new نشوف مع بعض كده من المثال احنا قلنا انا عندي عدد الاهتزازات هتبقى انا عايز new بتساوي 100 على 1 هي عدد الاهتزازات الكاملة هو اللي 100 زبزبة على 1 اللي هي الثانية بتساوي 100 100 ايه وحدة قياس الترط دو تخلناها بكده الهيرتس اتشي زد او هيرتس بالعربي فيش مشكلة طب عايزي النهاردة عايز T اسمه اتشي ده هو الزمن الدوري الزمن الدوري بيساوي 1 على new طيب معنا خدت تي اهي بتساوي ال new بكام معنا لسه حللها اللي هي بمية يعني بواحد على مية طب لما يكون اجيب واحد على مية يبقى بكام بالقالة تطلع ايه واحد من مية ايه يا ولاد ثانية ليه ثانية لان ده زمن والزمن بالايه بالثانية انا دايما بنقول الهيرتس ممكن اقول انه هو زبزبل كل ثانية هي هي هيرتس النفس الوحدة يعني ممكن في الامتحال يعني ممكن هيقول هيرتس بتساوي نقط زبزبل كل ثانية يبقى انا عزق حسبت الزبزبات وحسبت الزمن الدوري بتاعي نشوف نوع تاني من الاسئلة ممكن ييجي يقول لي اسكر المسترح العلمي لكل من هي تلك الموجات التي تهتز جزيئات الوسط حول موضع اتزانها في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الحركة الموجية يعني ايه موجة بتهتز حول موضع اتزانها في اتجاه عمودي يعني ايه يا ولاد انا عندي فيه انواع كتيرة من الموجات كلنا عارفين موجة البحر موجة البحر ببصر يطلع قمة وبتنزل لتحت بتعمل قوعة هي دي الموجة اللي انا بسأل عليها اسمها موجة مستعرضة اسمها ايه موجة مستعرضة يبقى هي عبرها عن الموجة المستعرضة هي الموجة التي تهتز جزيئات الوسط بتاعها ايه في اتجاه عمودي طب ازاي عمودي نشوفها كده بالرسمة تتكون من قمة وقعة ده اسمه كده قعة وده اسمه قمة ودي موجة مستعرضة يعني مستعرضة تتكون من قمة وقعة طيب القمة عند خط الاعداد خدناها بكده في الرياضة ده سفر كده وهنا اتجاه الموجة الى اعلى والتجاه السالب الى اسفل القمة هي عبارة عن المسافة جي كلها بنسميها ايه هي اقصى ارتفاع في الاتجاه الموجة طيب القعة هو اقصى ارتفاع في الاتجاه السالب او اقصى ازاحة يبقى انا عندي الموجة المستعرضة تتكون من قمة وقعين الموجة المستعرضة قمة يعني ايه اتجاه موجة هي اقصى ازاحة في الاتجاه الموجة اما القاع هو ايه اقصى ازاحة في الاتجاه السالب نشوف مع بعض كده شكلها مع بعضين اجي الموجة المستعرضة لتكون من قمم وكعان اجي القمة فوق اهي والقاعة تحت قمم هي واحدة بس لا مجموعة من القمم والكعان طب ازاي بتعمل الاتجاه عمودي اي لو انا خدت اتجاه انتشار الموجة يعمل زاوية قايمة فبنقول ان هي عمودية على اتجاه انتشار الموجة ممكن يجي يقول يعرف القمة احنا اتفقنا القمة هي ايه اقصى ازاحة يعني اكبر ازاحة بيعملها في الاتجاه الموجة ايه الازاحة بتاعتي هي بينا في الصورة ده كده اسمها ايه قمة والعكس صحيح في القاعة القاعة هو اقصى ازاحة في الاتجاه السلق من تحت طيب لو جي قال لي المسافة بين اي قمتين او قاعين هي ايه احنا اي موجة ليها ياولاد حاجة اسمها طول موجي طول موجي يسمى لمضة طيب الطول الموجي ده ايه في كل موجة ليها طول موجي خاص بيها وتعريفه مختلف فبيجي يقول لي لا انا عايز الطول الموجي للموجة المستعرضة فبقول هو عبارة عن المسافة بين اي قمتين او قاعين متتاليين يعني ايه يعني لازم يبقى فيه اتنين قاع او اتنين قمة وبحسب بينهم اللمضة دي طيب نشوف مع بعض كده ده اللي هو الطول الموجي بين بصوا ياولاد المسافة من القمة هي للقمة التانية اسمها لمضة لمضة ده هو رمز الطول الموجي طيب المسافة بين القاع من تحت قاع وقاع اخر هو برضو اسمه لمضة طيب احنا قلنا ايه يا اما القمتين يا اما قاعين يطلق عليه الطول الموجي للموجة المستعرضة طيب نشوف ايه مثال بسيط جدا بيجي ودركته سهلة جدا نقدر نجيبها ما معنى ان الطول الموجي لموجة مستعرضة بيساوي 5 سنط يعني ايه هو بيقولي المسافة جاي بطول الموجي اللي هو لمضة بيساوي 5 سنط هو عايزك تفسرها طبعا تفسيرها بسيط جدا هقول ايه المسافة بين اي قمتين او قاعين هي هي الطول الموجي يعني معنى كده ان الطول الموجي بيساوي 5 سنط يبقى المسافة اللي بين القمتين او القاعين بتساوي 5 سنط نشوف الاجابة المسافة بين اين القمتين او قاعين بتساوي 5 مجرد انها بقول بس ان هي مسافة بين القمتين او القاعين طبعا سهلة جدا طيب نشوف بقى ايه مسألة فيها تفكير شوية إذا كانت المسافة بين القمة الأولى والقمة الرابعة لموجة مستعرضة 15 سنط احسب الطول الموجة أجيب محتاجة بس شوية تفكير بسيط كده إحنا قلنا إيه يا أولاد إحنا قلنا بين القمتين المتتلئتين ده طول موجة هو قالي لأ ده بين القمة الأولى والربعة إيه 15 يعني إيه القمة الأولى والربعة كمثال أجي القمة الأولى قمة تانية القمة التالتة القمة الرابعة احنا قلنا اتنين متتاليتين كل قمة أولى وتانية كده يعملوا طول موجة وتانية وتالتة يعملوا طول آخر والتالتة والربعة يعملوا طول كمان يعني إيه يعني المسافة اللي هو جايبها بتاعت كم طول موجة واحد اتنين تلاتة يعني هاقسم الرقم اللي هو قاله على تلاتة ليه تلاتة؟ احنا اتفقنا ان طول موجة هو بين قمتين متتاليتين أو قائلين متتاليين هو مديني لرقم 15 طب هو مديني من ايه من الاولى الربعة طب هي فيه طول موجة من الاولى الربعة لا هو فيه من الاولى التانية واحد من التانية للتالتة واحد من التالتة للربعة وبقسم على ثلاثة نشوف كده مع بعض الحال يبقى المسافة بين القمة الاولى والقمة الرابعة الرقم اللي هو ايله 15 على ثلاثة تطلع بخمسة سنتر طبعا كده سهلة جدا جدا الموجة المستعرضة يأما بيجي التعريف بتاعها أو القمة أو القاع وبتيجي المسألتين دول أسهل مما يمكن. إذا كنت أقدر أحدد إزاي أجيب طول الموجي لما يقول لي طول الموجي بين قمتين بساوي خمسة أو اتنين أو تلاتة الرقم اللي هيقوله هساوي بيه. طب هو ما جابش كده هو جاب إيه بين القمة مثلا الأولى والتالتة. يعني هو إيه عدة تانية يعني الأولى والتالتة نحن قلنا أولى وتانية ده طول تانية والتالتة طول موجي يبقى كده فيه كام طول موجي فيه اتنين فأسم مثلا رقم على اتنين احسب الاطوال الموجية وقدر ان انا احسبها كويس جدا وقدر احلها طبعا دي مسألة سهلة جدا ممكن كتير بتيجي في الامتحانات نيجي بقى ننقل لموجة تانية اسمها ايه الموجة التانية الموجة التانية دي بتنتشر فيها الحركة الموجية دي اسمها موجة طولية من زمان ونحن صغيرين نسمع الموجة تتكون من حاجة اسمها تخلخل وتضاغط تخلخلات وتضاغطات هي عبارة عن ايه هي تلك الموجات التي تهتز جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط انتشار الحركة الموجية يعني هي موجة بتهتز حوالين جزيئات الوسط بس في نفس خط انتشار الحركة الموجية في نفس اتجاه انتشارها يعني ايه ماشي معها على طول بص يا ولاد الرسمة تتكون من تضاغطات وتخلخلات التضاغط اللي هي المنطقة المضغوطة زي ما شايفين الموجة معنا والتخلخل هي الموجة موجودة ولكن ايه مفرغة شوية جيب يطلق عليها الموجات الطولية طيب مما تتكون الموجة الطولية هي المسافة بين مركزي اي تضاغطين او تخلخلين متتاليين ده بنسميه الطول الموجي انا قلنا ايه بس الاني موجة للموجة الطولية يبقى الموجة الطولية عشان ليها برضو لمضة اللي هو مين اللي هو الطول الموجي فانا اقدر احسب المسافة بين اي تضاغطين او تخلخلين متتاليين ورا بعض يوه ده الطول الموجي بتقالي طيب الموجة الطولية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات طبعا مش واحد واحد لا كمية من التضاغطات ولا تخلخلات نشوف كده المثال بتاعي ما معنى ان الطول الموجي لموجة طولية بساوي 10 سنت زي ما عملنا بالضبط في الموجة المستعرضة احنا قلنا الموجة المستعرضة الداني طول وقال لي ان الطول الموجي بساوي 5 سنت قلت هو المسافة بين كمتين أو قعين بيساوي خمسة لا هنا بقى دي موجة طولية يعني بتتكون من تضاغط وتخلخل فهقول ايه المسافة بين اي تضاغطين او تخلخلين بيساوي العشرة سنتي اللي هو ايلا نبص كده مع بعض المسافة بين اي تضاغطين او تخلخلين متتليل طبعا لازم يجوار بعض بيساوي عشرة سنتي نشوف المسال التاني اذا كانت المسافة بين التخلخل الثاني والتخلخل السادس بيساوي عشرين سنتي احسب الطول الموجة او يعني ايه بقى هو قال لي ايه وايه تخلخل تاني وسادس احنا اتفقنا بين التاني والتالت طول موجة بين التالت والرابع طول موجة اخر بين الرابع والخامس طول موجة بين الخامس والسادس يبقى كم طول موجة اربعة هو مديني الرقم هنا كام عشرين سنتي يبقى انا هعمل ايه هاقسم الرقم اللي هو الدهوني على اربعة لانه هو عندي اربع اطوال موجة يبقى عشرين على الاربع يديني الطول الموجة الواحد اللي هو بين اي قمتين سوري اي تخلخلين او تضاغطين بيساوي خمسة سنتي نشوف كده الحل العشرين اللي دهاني على الاربع اطوال موجية بتساوي خمسة سنتي طبعا المسائل تجيبت وسهلة جدا يا ولاد وسهلة جدا اننا اقدر اعملها طيب انا عايز بقى اعمل مقارنة دايما بتجي في الانتحان يقولك قارن في جدول بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية هقارن بيه الموجة المستعرضة احنا قلنا تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عموجي لانها بتتكون من قمة مواقعين يبقى الموجة المستعرضة لازم يبقى اتجاه عموجي على اتجاه انتشارها اما الموجة الطولية في نفس الاتجاه بتاعتشارها يبقى تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشارها تتكون من قمة مواقعين هي مين؟ اللي هي الموجة المستعرضة قلنا ايه قيمة موكعا اما التخلخلات والتضغطات هي من الموجة الطولية نقص حاجة في الموجة غرنة اللي هي الطول الموجي ايه هو الطول الموجي؟ احنا قلنا الطول الموجي في الموجة المستعرضة هو المسافة بين اي قمتين او قاعين متتاليين طب الموجة الطولية هو المسافة بين اي مركزية تضغطين او تخلخلين متتاليين طبعا الجزء دا يعني معظمه نظري حفظي يعني بيبسائل جدا لنا اقدر اقارن بين الموغة الثالية والموغة المستعرضة اقدر اقول ايه هو الطول الموجي للموغة المستعرضة واقدر اقول يعني ايه قمة يعني ايه قاع اقدر احل ببساطة جدا عايزين بقى نعمل علاقة رياضية بين التردد والطول الموجي وسرعة انتشار الموغة احنا قلنا التردد اللي هو ايه يا ولت اللي هو احنا اتفنا انه هو اسمه new طيب الطول الموجي رمزه لمدة ويه عايز سرعة انتشار الموجة السرعة دي خدناها في سنة اولى لها V طيب اجيب ازاي السرعة وليها علاقة بالتردد والطول الموجي احنا خدنا في سنة اولى ان السرعة هي عبارة عن الازاحة المقطوعة في زمن قدره واحد ثانية يعني ازاحة على زمن طيب انا اقدر برضو ان انا اعمل هنا برضو نفس الكلام اقدر اقول ايه ان السرعة بتساوي ازاحة على زمن طيب نعملها ازاي V السرعة بتاعتي بتساوي X على T ما هي X هي الازاحة او المسافة في اتجاه T هو الزمن ده اللي خدنا من سنة اولى V بتساوي X على T ولكن هذه الحركة هي حركة في خط مستقيم سيارة بتتحرك كرة بتتحرك بحركت جسم سرعته عايز سرعة فبقسم X على T لكن انا بتكلم النهاردة عن حاجة اسمها حركة موجية فعايز سرعة انتشار الموجة هعمل ايه هبدل الـ X اشيلها وحط لمضة ما هو لمضة اللي هو الطول الموجة واشيل T سمول وحط الزمن الدولي اللي هو T كابتل يبقى انا عملت ايه ده طول وده طول ولكن ده طول في خط مستقيم لكن من الطول الموجة بتاع الموجة عندي انا بتكلم عن سرعة انتشار الموجة اللي هو اللمضة طيب انا عندي زمن الزمن بتاع السرعة بتاع حركة خط مستقيم ايه T انا بتكلم هنا عن الزمن الدولي اللي هو زمن حدوث زبزبة كاملة اللي هو T طيب مجرد بس ان انا هشيل X وحط اللمضة واشيل T وحط T نشوف كده مع بعض يبقى V بتساوي X مكانها لمضة وT سمولها حط T جابتل طيب انا لسه ما جبتش انا جبت هو كان عايز سرعة انتشار الموجة قدل V والطول الموجي اللي هو اللمضة ناقص التردد انا ما عنديش التردد بس انا خدت من شوية علاقة قلنا ايه ان التردد بيساوي واحد على T لسه حالين بيها مسألة طيب يعني ممكن اشيل الواحدة على T وحط التردد قليه قدر اقول V بتساوي لمضة في نيو وده الاسبات بتاع الموجة وسرعة انتشارها يبقى انا اثبتت ان V سرعة انتشار الموجة بتساوي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد طيب نيجي نشوف كده مع بعضينا اللي احنا قلناه لو جيه قال لي استنتج العلاقة من التردد والطول الموجي وسرعة انتشار الموجة بقول V بتساوي X على T ببدل X وحط ما كانها لمضة وبدل T سمول بT كابتل وعوط هقول V بتساوي لمضة على T كابتل طيب انا عندي هنا انا عملت ايه انا فصلت ليه فصلت عشان اقول ان 1T هي هي النيو انا متحت تحت هي على طول بقول نيو بتساوي 1 على T فنشيل الكسر 1 على T وحط ما كانه نيو اذا V بتساوي لمضة في نيو وده اثبات سرعة انتشار الموجة نشوف كده مسألة مع بعض مثال اذا كان الطول الموجي لموجة طولية بساوي 6 من 10 متر وكان تردد هذه الموجة اللي هو النيو بتاعها بساوي 500 هرتز عايز ايه احسب سرعة انتشار الموجة هو اداني ايه في المسألة اداني طول الموجي اللي هو لمضة ب6 من 10 يبقى ده لمضة وداني التردد اللي هو النيو 500 هرتز عايز سرعة انتشار الموجة طبعا دي من ابسط المسائل هقول على طول لمضة بتساوي سوري في بتساوي لمضة في نيو النيو اللي انا عايزها اللي طالبها اللمضة عندي اللي هي ب6 من 10 النيو اللي هو التردد ب500 نشوف مع بعض كده الاجابة هقول V بتساوي لمضة في نيو V بتساوي اللمضة قلنا 6 من 10 في النيو عندي اللي هو 500 هرتز طب بتطلع بكم V بتساوي 6 من 10 وحدة القياس بتاعتها ترية ولد 300 متر لكل ثانية 300 متر متر لكل ثانية اي هي متر لكل ثانية اللي هي وحدة قياس السرعة السرعة انتشار الموجة او سرعة جسم في خط مستقيم او سرعة مدارية اي سرعة هي وحدتها سبتة اللي هي متر لكل ثانية مجرد ان انا بس عوضت عندي بتساوي لندة في نيو وتعويد مباشر هو المسألة اي افكار غير ان انا عوض عن نشوف مسألة تانية بتقول ايه تنتقل موجة مستعرضة تردتها 500 هرتز يبقى نيو بتاعها 500 هرتز فاذا كانت المسافة بين قمة وقاعة قمة وقاعة نرتز متتاليين في هذه الموجة هو 2 من 10 متر احسب سرعة انتشار هذه الموجة يبقى هو الدني التردد اللي هو 500 والدني المسافة بين قمة وقاعة انا ماخدش كلمة قمة وقاعة اما قمتان متتاليين او قاعين متتاليين هو الدني نص المسافة بكام ب2 من 10 يعني انا عايز اجيب لمضة اعمل ايه اضرب الرقم اللي هو قيل وفي لكن لو قمتان متتاليتين او قاعين متتاليين باخد الرقم اللي هو ايل على طول لكن هنا هو جاير لي ايه مديني نص اللمضة فانا هضرب الرقم اللي 2 في 10 في 2 بعد كده عايز سرعة انتشار الموجة طيب يبقى انا عاين دي لما احب اقول المسألة هقول ايه نيو بتساوي 500 هرتز اللمضة هاخد الرقم اللي هو ايل اللي هو 2 من 10 في 2 طبعا 2 في 2 ب4 من 10 يو ده اللمضة بتاعتي عايز مين بعد كده عايز V طبعا ده تعويض مباشر هقول ايه V بتساوي اللمضة في نيو يبقى V بتساوي اللمضة طلعناها اللي هي 4 من 10 في نيو عنج اللي هو ان انا يجيبها وقوض ايه عنها هيطلع بكامل V بتساوي 200 متر لكل سنة يبقى حسبت السرعة بتاعتي يجب 200 لكل ايه سنة طبعا دي سهلة جدا جدا يا ولاد ساعة تبقى بيجي يقول لا هو مش عايز مسألة هو عايز شوية تفكير وواحد يكون مذاكر لا ده هو عايز علاقة بين التردد والطول الموجي التردد احنا اتفقنا اللي هو نيو والطول الموجي اللي هو اللمضة طب ازاي اجيب علاقة بينهم انا خدت ان V بتساوي اللمضة في نيو هيعمل ايه هو هيبقى عنده مكتين الموجة الاولية ترددها نيو والموجة التانية ترددها نيو طيب والموجة الاولية لها طول موجي لامضة وان والموجة التانية لها لامضة تو وهيسبت السرعة هيسبت السرعة نشوف كده الاسبت ده مع بعضنا كده يا ولاد يعني انا عايز ايه هقول ان V بتساوي هو ايه مع تثبيت السرعة لامضة وان نيو وان ده الجسم الاول V التانية بتساوي لامضة تو نيو تو طب V متساوية يبقى الطرفين دول ايه قد بعض يعني لامضة وان نيو بتساوي لامضة تو نيو تو اه جابا عن ايه يتناسب انا عايز علاقة بين الاتنين دول طب اعملهم تناسب ازاي اذا كان الاتنين في نفس الطرف يعني تردد الموجة الاولى مضروف طول الموجة بتاعها بنفس الطرف يبقى ده تناسب ايه ايوة ده تناسب عكسي ليه ده هم جنب بعض ايوما انا عايز عشان اعمل عملية التناسب بقى ودي حرف منهم في الطرف الاخر في المعادلة فلما ودي نحية تانية هو اصلا مضروب فوق بسط هينزل تحت اسم مقام يبقى ده اسم تناسب عكسي يعني انا من العلاقة اقول ايه لمضا تتناسب عكسيا يعني واحد على ميو وان يبقى ايه وديت ده الناحية التانية طبعا بالمثل ممكن اقول لمضا تو بتتناسب عكسيا مع ميو تو طبعا انا لو حبيت اعمل العلاقة دي بسط ومقام عشان لو جات لي مسلا مسألة ولا حاجة هقول ايه ميو وان على ميو على لمضا وان ينيو ياولاد وان مضروف وان اهو اهو يبقى كده ايه اهو ياولاد خلاص يبقى ده تناسب اسمه تناسب عكسي اوات كتير بيجي في الامتحان يقول يتناسب تردد الموجة تناسب النقط مع التردد مع طول الموج يبقى تناسب عكسي نيجي نشوف مع بعضين كده اهو لو جاء قال لي اسكر العلاقة عايز اثبات بسيط خالص بين الطول الموج والتردد هقول ايه لمضا وان نيو وان بتساوي لمضا تو نيو تو لمضا وان نيو وان بتساوي لمضا تو نيو تو هعمل بسط المقام نيو وان اهو على نيو تو بتساوي لمضا تو على لمضا وان بحيث لما اضرب وان في وان اهو زي المعادلة الاولينية وتوف تو طب ده كده يبقى التناسب ايه عكسي انا هعمل اهو نيو وان اهو فوق والتردد بتاعه والطول الموج بتاعه تحت هو يبقى ده واحد على يبقى التناسب عكسي يجي في الامتحال يقول طول الموج يتناسب نقط مع انتشار الموج يعني ايه الطول الموج اللي هو اللمضة والسرعة انتشار الموج اللي هو الفي طب انا اعمل ايه قال لي ابدا ببساطة اعمل ايه هحط اقول ان في وان صرعة انتشار الموج الاولى بيساوي طب فين التردد وفين التردد هنا متساوي مع ثبوت التردد يعني مفيش نيو وان ونيو فهقول ايه V1 بتساوي new في لمضة 1 طب دي الموجة الاولى والتانية هقول V2 بتساوي new برضو في لمضة 2 نشوف مع بعض كده الاسبات لما يقول لي علاقة بين سرعة انتشار الموجة اللي هي V1 بتساوي new في لمضة 1 علاقة بينهم اهي مع سبوت قلنا الترد طب V2 بتساوي new في لمضة 2 لما الطرفين دول دول بيساوي بعض يبقى انا هعمل ايه V1 بتساوي لمضة 1 علا V2 علا لمضة 2 بصوا مع بعض كده V1 على V2 انا اسمت المعادلتين على بعض new تشطبت لانه سابت التردد لمضة 1 فوق ولمضة 2 تحت لو جي قال لي سرعة انتشار الموجة تتناسب نقطة مع طول الموجة ده تناسب ايه انا هروح اعمل ايه V1 سرعة انتشار الموجة الاونية تتناسب طرديا مع new سوري لمضة 1 يبقى دوة الاتنين كده طردي طب النص التاني تحت V2 تتناسب طرديا مع لمضة 2 اللي هو طول الموجة يعني معنى كده ان سرعة انتشار الموجة تتناسب طردي مع طول الموجة عند سبوت اللي ايه التردد طب وهو فيه بسطه مقام نفس الرقم يعني في النهاية هقول لمضة تتناسب طرديا مع اللي ايه ال V اللي هي سرعة انتشار الموجة نشوفها كده مع بعضنا احنا قلنا سرعة الموجة الاولينية V1 بتساوي new لمضة 1 سرعة انتشار الموجة التانية V2 بتساوي new لمضة 2 قلنا مع سبوت التردد يبقى انا احسف التردد عندي يبقى V1 على V2 بتساوي لمضة 1 على لمضة 2 طيب بين V1 وبين لمضة 1 ايه قلنا تناسب طردي يبقى الطول الموجة تناسب طرديا مع سرعة انتشار ايه الموجة يبقى كده ده الايه العلاقة بين الطول الموجة والتردد و سرعة انتشار الموجة طبعا سهل جدا انا اجيب لو اديني اي طرفين اجيب الطرف التالت يعني اقدر اقول بمساطة جدا ان V بتساوي لمضة في new عايز لمضة يبقى هتبقى V على new عايز new يبقى V على لمضة عايز V ومعظم الاوقات دي اللي بتيجي في الامتحان V بتساوي اللمضة في new بس هو بيبقى فيها فيها افقار شوية في اللمضة او ال new اللمضة يا اما يجيب نص موجة اللي هي مثلا تخلخل وتضغط ويقول لي انا عايز الطول الموجة طبعا لو بين التدغط والتخلخل ده مش طول موجة ده نص طول موجة فبضرر بالرقم اللي بيقوله في كنين لو جابه لي بين كمتين متتليتين او قاعدين متتليتين او تخلخلين او تدغطين متتليتين يبقى ده طول الموجة كامل وبنلعب فيه التردد والزمن الدولي احنا نعرفنا ان فيه علاقة عكسية بين التردد وبين طول الموجة يعني قادر اقول ان new بتساوي واحد على t طب لو عايز t هبقى t بتساوي واحد على new طب نشوف المسألة كده ونقدر نقرر ايه اذا كانت المسافة بنكم موقاع 8 سنت كده المتكم موقاع يا ولادي وقدي نص موجة احسب الطول الموجة يبقى عايز لمضة لهذه الموجة وترددها اذا علمت ان الزمن الدوري لها 50 ثانية احسب سرعة انتشار هذه الموجة يبقى الداني ايه الداني مسافة بين قمة وقاع بتساوي 8 سنت طب انا عايز ايه اول مطلوب عندي عايز لمضة مين لمضة اللي هو الطول الموجة طب انا جيب الطول الموجة ازاي احنا اتفقنا من شوية ان الطول الموجة هو مسافة بين قمة او قاع المتتالين ايه كمة وقاع 8 يعني هقول لمضة بتساوي 8 في 2 8 في 2 بكام ب16 انا عملت ايه هو مديني المسافة بين قمة وقاع 8 ضربت في 2 علشان طول الموجة يقولنا كمتين او قاعين يبقى ب16 طيب عايز بعد كده ايه عايز التردد اللي هو النيو بس هو ما الدهونيش لكن مديني تي بخمسين ثانية طب هو في علاقة بين التي والنمضة تي والنيو طبعا في ايه هي العلاقة هو عايز ايه نيو بتساوي 1 على تي صح كده النيو اهي بتساوي 1 على الخمسين 1 على الخمسين تطلع ب2 من 100 وحدة القياس ايه يا اما هيرتس او زبزبة لكل ثانية طب هو جده جاب ايه هو طالب الطول الموجي احنا جبناه وطالب طبعا الطول الموجي بالسانتياولات وطالب التردد اللي هو 2 من 10 هيرتس عايز ايه بعد كده عايز سرعة انتشار الموجة اللي هي لمضة في نيو سهلي جدا جدا ان انا اضرب ال 16 في ال 2 من 100 وطبعا اللي هيطلع عندي السرعة بتطلع بكام بيب المتر لكل ثانية اللي جابة بتاعتها 32 من 100 متر لكل سانية كده انا عملت ايه في المسألة كده انا جبت 3 مطاليب هو طالب ثلاثة الطول الموجي انا حسبته جبت الزمن الدوري هو مديني الزمن الدوري وجبت التردد من الالاقة اللي هي نيو بسهو 1 على تيه بعد كده بقى عندي المطلوبين بتطيع سرعة انتشار الموجة عندي اللمضة اللي انا جبتها وعندي نيو وسهل جدا انا اضرب الاتنين في بعض واقدر احدد السرعة واللي بيطلع بيبقى بالمتر لكل ثانية نشوف مثال تاني كده اذا كانت المسافة بنقم موقع خمسة سنت احسب الطول الموج لها وترددها اذا علمت ان الزمن الدوري لها عشرين سانية احسب سرعة انتشار هذه الموجة هي نفس الفكرة تقريبا هو عايز ايه اداني مسافة بنقم موقع خمسة سنت يبقى عايز لمضة طب لمضة هعمل ايه هضرب خمسة في اتنين بعشرة يبقى هو عايز لمضة عندي هتساوي هتساوي ايه اللي هو الطول اللي قيله هضربه في اتنين عشان اعمل موجة كاملة هو قيل المسافة بين القمة والقعة خمسة سنت خمسة في اتنين بايه بعشرة واداني زمن الدوري هي عشرين ثانية لا انا عايز التردد فهقول النيو بتساوي الواحد عدتي كده جبت التردد وجبت بطول الموجة سهل ان انا جيب سرعة انتشار الموجة خليكوا بقى معايا هؤلاء كده احنا هنقول لمضة بتساوي الخمسة سنت في الاثنين مين الخمسة اللي هي المسافة بنكم وقاع الاثنين عشان يبقى ضعف ضعفها ان احنا دي نص موجة فهتطلع عشرة سنت طيب بعد كده عايز مين عايز التردد النيو هو اي اللي الزمن الدوري اللي هو زمن حدوث زبزبة كاملة بيساوي عشرين سانية اه يعني معنى دا العشرين بتطلع بخمسة من مية هيرتس يبقى انا جبت خلاص كده اللمضة وجبت ال اي النيو سهل جدا بقى اجيب ال اي ال في هي ال في قلنا بتساوي لمضة في نيو طيب في بتساوي نعود عشرة في خمسة من مية طبعا بالقلة تطلع خمسة من عشرة اي يا ولاد في اللي هي متر لكل سنة يبقى انا كده الصرعة عندي ثلاث متر لكل سنة في بعض الاحيان بيجي مثال عندي يقول اي جايب بشكل موجة رسمة موجة يعني ويقول يقول اسم الموجة هي ومن الرسمة هو محدد زي ما هنشوف مع بعض الرسمة دي مجي طول معين عايز من الرسمة الطول الموجة طبعا جيبه ازاي هنشوف دلوقتي وبعد كده مجيني التردد وعايز الزمن الدولي ده العكس مجيني التردد وعايز الزمن الدولي وبعد كده يجيني الفي نشوف كده مع بعضنا لو انا جيت في الامتحان كده رسمة تتكون من القمة وقع ما اسم هذه الموجة موجة مستعرضة طيب هنا عملي سفر وهنا اثنين وهنا اربعة عايز الطول الموجة من الموجة هجيبه ازاي انا عارف ان الطول الموجة هو عبارة عن قمتين او قعين متتليين طب هو هنا مش مجيني قمتين وقعين ده هو مجيني قمة وقع يعني معنى كده ان انا لازم اضرب في اتنين المسافة بين القمة والقع دي نص موجة بضرب الرقم في اتنين عشان يطلع الطول ان انا عندي النص الموجة هي اتنين سنت اضرب في اتنين يبقى طول الموجة بتاعي بكام باربعة سنت طيب مجيني الزمن الدوري مجيني كام قال لي عشر سواني طب عايز التردد يبقى يبقى يوب الساوي واحد على تي واحد على العشرة واحد على العشرة يطلع ايه واحد من عشرة يبقى كده سهلة قوي قوي ان انا عوض واقول ان الفي بتساوي الرقم اللي انا جبته اللي هو الاربعة سنت في واحد من عشرة وطلع سرعة انتشار الموجة هي الغريبة في المسألة دي اللي هي الرسمة هي يقول لي اسم الموجة ايه هي الموجة طبعا كلنا عارفين موقت البحر اللي بتتكون من قيمة موقعين سهلة جدا طيب الدني بدل ما يديني يعني الدني الزمن الدوري عايزة تردد ينفع تردد عايزة زمن دوري مفيش مشكلة خالص وفي الاخر بقدر اجيب سرعة انتشار الموجة نشوف مع بعض كده شوية اسئلة اكمل بيقول نقط هي كمية متجهة الازاحة طبعا هي كمية متجهة طبعا احنا اخدناها النهاردة هي عبارة عن اتجاه احنا قلنا هي بعد الجسم عن المكان اللي هو الاصل اللي بيهتز الموجة الطولية والموجة المستعرضة هي عبارة عن انواع من الموجات الميكانيكية موجة طولية تتكون من تضغطات وتخلخلات والموجة المستعرضة تتكون من قمم وكيعون اكمل ما يعني وحدة قياس التردد احنا قلنا الهيرتز طب ممكن اقولها زبزب الكل سانية اه ممكن الاتنين مع بعض الهيرتز هو زبزب الكل سانية سرعة انتشار الموجة اللي هي في تتناسب نقط مع طول الموج احنا قلنا من شوية اللي احنا اثبتناها اللي قلنا ايه في وان على في تو بتساوي لمضة وان على لمضة طول طيب ما في وان فوق ولمضة وان فوق يبقى تناسب ايه طردي يبقى معنى كده ان سرعة انتشار الموجة في تتناسب طرديا مع الطول الموج احنا ايه في وان وفوق في لمضة وان 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 مع بعض نجيبهم اكمل ما يأتي في الحركة الاهتزازية تبلغ مروره بموضة السكون يعني ايه الواجه لو انا عندي البندول هنا يمينا ويسارا فاكرين يتحرك من الف لبي لجيم هو اكبر سرعة هي في نقطة السكون لما بيبعد ويروح نحية الشمال او اليمين بيتقل سرعته فهو بيقول ايه في الاكمل في الحركة الاهتزازية تبلغ سرعة الجسم المهتز اكبر قيمة عند مروره بالموضع السكون يبقى دايما ييجي يقول لي ما هو موضع السكون هو اكبر قيمة سرعته بتبقى اكبر لو اهتز يمينا او يسارا تقل السرعة نشوف النقطة اللي بعدها العلاقة بين الزمن الدوري والتردد هي علاقة عكسية واكتب الصيغة الرياضية نقول بين تي ونيو هي عكسي ممكن اقول اني بتساوي واحد على تي تتكون الموجة الطولية تتكون من ايه تضاغط وتخل خلات طب الموجة التانية اللي هي المستعرضة تتكون من قمم واقعين النهاردة احنا اخذنا الفصل التالت ودي اخر مراجعة لنا اتكلمنا عن الموجة وانواعها الطولية والمستعرضة وعرفنا ان المستعرضة تكون من قم وقاع اما الطولية من تخلخلات وتضغطات وعرفنا الطول الموجي وعملنا مقارنة بين الموجة الطولية والموجة المستعرضة واسترجعنا المنهج كله تقريبا كده خلصنا كله وعرفنا ازاي اقدر احسب معادلة الاستمارية او الاتصال ازاي اقدر اجيب النسبة بين مساحة المكبس الكبير الصغير اسمها الفائدة الالية وعرفت يعني ايه توطر سطحي وقاعدة ارشميدس وعرفت حاجات كتيرة جدا في المنهج بتاعنا مواقع ساكنة ومواقع متحركة واستخدام خواص في حياتي زي طفو بعض الحشرات على سطح المياه بالتوتر السطحي ممكن ان انا احط قطعة من الفلين على سطح الماء اللي هو وزن الجسم الصلب المنهج بتاعنا جميل جدا يا ولاد اتمنى انتم استفدتم منه وتمنى انكم الديت واجبي كويس واشوفكم على خير ان شاء الله الى اللقاء في حلقة القادمة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا